أبنائي طالبات الصف الأول الثانوي مع مادة الأحياء والنهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا خاص بباب الأول وهو البروتينات والأحماض النووية ده الجزء المكمل لمركبات العضوية الكبيرة اللي هي بتاحتوي على كربون وهيدروجين ووكسوجين زي ما تعلمنا من بداية المنهج طيب احنا نتكلم عن البروتينات النهاردة وهنكلم فيها عن التركيب الجزئي وأهمية البروتينات ايه وتصنيف البروتينات فالثالث جزئيات دول هناخدهم بالتفصيل بالنسبة للتركيب الجزئي يعني جزئي البروتينات المرض الكيميائية اللي بتركب منها جزئي البروتينات ونشوف ايه هي واحد بناء البروتين لأن من خلال واحد بناء البروتين اللي هي الوحدة الصغيرة اللي تبني البروتين الكبير هنعرف التركيب الجزئي واحد من البروتين هي الحمض الاميني هو اللي بنسمينه amino acid يبقى حمد اميني مع حمد اميني يعدينا بروتين طيب نشوف بقى التركيب الجزائي للحمد الاميني وبالتالي هو يبقى التركيب الجزائي للبروتينات طيب اول حاجة في التركيب الجزائي للحمد الاميني هو زرة الكربون اللي في النص دي وبعد ترتبط بأربع عناصر فوق وتحت ويمين وشمال اللي فوق زرة هيدروجين اللي تحت دي مجموعة سمها مجموعة القيل أو الكيل ودي بتبقى متغيرة بتبقى متغيرة يعني في منها أنواع وبالتالي تؤدي لتغيير نوع الحمض الأمين طيب اللي على اليمين دي دي مجموعة كربوكسيل حمضية كربو عشان فيها كربون وكسيل عشان فيها مجموعة هيدروكسيل أو اتش اللي على الشمال دي فبالتالي دي مجموعة تسمى مجموعة الكربوكسيل هي عبارة عن زرة كربون مرتبطة بزرة اكسوجين عن طريق ربطة صناعية وترتبط بو اتش للمجموعة هيدروكسيل عن طريق ربطة احدية طيب ممكن تكتب مش كده ممكن تكتب سي او او اتش على طول لكالنا نبقى قريبك ان كل زرة عنصر بترتبط ازاي بالعنصر الاخر طيب على الشمال بقى اخر حاجة مجموعة الامين القاعدية مدبر عن ان اتش تو على طول لو انت كده بتاع ان اتش تو بنفسصها بالتركيب عن طريق الروابط ازاي الان وبعد الرابطة مرتبطة بزارة هيدروجين وربطة تانية ترتبط بزارة هيدروجين اخرى يبقى هما دول ان واتش اتو اتش اتنين هم طيب دول اسمه هما المجموعة الوظيفية مجموعة الوظيفية عشان ميجي يقول لي كم عدد المجموعة الوظيفية في بروتين مكون من تلت احماض امينية اعد بقى كل حمدهم فيه كم مجموعة وظيفية هما دول مشي طيب نيجي نبص بقى دول العناصر اللي احنا ولناهم نعم وننتقل لشكل اخر للتركيب الجزئي للحمد الاميني هو هو ولكن بنحط العناصر فيه دواير عشان ممكن يجيلي الشكل ده او الشكل اللي فات هزارة الكربون فوق هيدروجين تحت على الكيل اللي عليمين سي او او اتش وكله بيرتبط ببعضه عن طريق روابط تمام او وده مجموعة الامين الامين الان اتش تو اهمية البروتينات ايه بقى دي ما بتسبش حاجة في جسم الكعن الحي الا ما بتكون فيها بروتين يعني حطوا برقرها في كل حاجة في جسم الكعن الحي في العنكبوت مثلا بيخش في تركيب الشبكة العنكبوتية بتاعته فبتركب من بروتين الى غشية الخلوية في جميع الخلايا سواء نباتية او حيوانية تخش في العضلات عضلات الجسم بتاعنا اللي هي العضلات الكاسية للهيكل العظمي الاربطة الاوطار الغدد سواء غدد صماء او غير صماء الانزيمات معظم الهرمونات سواء الجسم هي سواء الجسم اللي هو زي الدم واللمف الدم كلنا عارفينه اللمفة هو استاذ ماجدي هقول لك يا سيد اللمفة ده عبارة عن سائل بيفرز من هرمونات لمفاوية وده الجهاز الخاص بايه مين يا ترى يقول ها ايوه سمح حد بيقول ده جهاز المناعة وده مهم جدا يا شباب طيب ايه تاني الضوافر بتاعتك فيه بروتين الشعر في بروتين القرون بتاعت المواشي في بروتين الحوافر برضو بتاعت المشافية بروتين تركيب الكروموسومات هي تركيب الكروموسومات اللي هي فيها الدي الني والر الني ده بيبقى فيه بروتين طيب نجي بقى لجزئية اخرى وهي تقسيم البروتينات بتقسم ازاي بتقسم لونعين آآ السين بسيطة وفيه نوع تاني مرتبط ما شاء محلش قول لي معقد زي ما خدنا في الليبيدات وخدنا في الكربوهيدرات لا البروتينات اختلف شوية فهي بسيطة وايه ومرتبطة طيب البسيطة بتنقسم ولا ما بتنقسمش لا مش بتنقسم هي حاجة واحدة ودي بتتكون من احماض امينية فقط مهما اختلف نوع الحمض الاميني حسب مجموعة الالكال زي ما قلنا يبقى سواء حمد وحمدين او تلاتة ارتبط مع بعض او اربعة او خمسة او عشرين حمض اميني ودي عدد الاحماض الامينية عندنا هم عشرين حمض اميني فبرضو يدينا بروتين بسيط بس هل البروتين البسيط اللي متكون من حمدين زي البروتين البسيط بتكون من تلاتة لا هل زي البروتين البسيط متكون من عشرة لا طيب البروتين البسيط لو كانوا حمدين زي بعض ده اعطاني بروتين من نوع طيب لو كان عندي بروتين بسيط مكون من حمدين مختلفين يبقى بالتالي البروتين الاول هيختلف عن البروتين التاني وهكذا طيب لو عندي الاحماض الامينية دي اختلف ترتبها يعني مكان الحمض راح مكان الحمض تاني هل يبقى نفس البروتين لا هيديني بروتين من نوع اخر ما العمل من الاحماض الامينية هي هي لكن لو اختلف اماكنها ترتبها هيودي لاختلاف نوع البروتين الذي يتكون يبقى تختلف البروتينات حسب ايه حسب عدد الاحماض الامينية كام حمض حسب نوع الاحماض الامينية ده تاني حاجة تالت حاجة حسب ترتيب الاحماض الامينية في البروتين الذي يتكون طيب مثال ايه بقى الاحماض اللي بتكون لبروتين البسيط البروتين هو بروتين البيومين البروتين البسيط اللي بتكون من احماض الامينية فقط عندي مثال من ضمن الامثلة مش هو واحد بس لا عندي كتير جدا من البروتينات دي زي بروتين البيومين وده بيوجد في اوراق النبات وبلازمة دم سفي الانسان والحيوان المرتبطة بقى بتكون من احماض امينية زائد احماض نووية ده نوع من المرتبط وسمناه مرتبط ليه عشان الاساس عندي هو الحمض الاميني ماشي ده مش بيرتبط بحاجة زيه لا ده بيرتبط بحاجة مختلفة عنه زي الحمض النووي وبالتالي هيدينا بروتين اسم بروتين نووي وده اللي بيبقى موجود عندي في الكروماتين او الكروماتيدات المكونة ل الكروموسومات عشان كده بسميها بروتينات هستونية والبروتينات اللي بتبقى محصورة بين اه طرفي اه الحمض النووي الدي ان ايه بتبقى محصورة بين الشريتين بتوع الحمض النووي الدي ان ايه دي اسمها بروتينات هستونية طيب النوع التاني من بروتين مرتبطة لو ارتبط الحمض الاميني بعنصر مش زي اللي فات بقى اللي فات ده كان مركب يعني الحمض اميني مع احماض نووية ده مركب لكن لما يكون الحمض اميني مع عنصر زي الفوسفور هيدينا بروتينات فوسفورية زي بروتين الكازين وده موجود في الالبان يبقى ايه هو البروتين الفوسفوري هو بروتين مكون من ارتباط احماض امينية مع الفوسفور زي مين هتقول لي زي الكازين موجود في مين في الالبان طيب النوع التالت الحمض الاميني لو ارتبط بعنصر اخر زي اليود هيدينا بروتين مرتبط عرفنا زي اللي موجود في هلمون السيروكسين في الغدة الدرقية اخر نوع احماض امينية لو ارتبطت بالحديد هيدينا بروتين مهم جدا وده موجود في هيموغلوبين الدم هيموغلوبين الدم واللي عنده نقص في نسبة الحديد في الدم ده بيجيله انيميا يبقى الانيميا دي نتيجة نقص جمية الحديد اللي موجودة في الهيموغلوبين كرات الدم الحمراء فبالتالي بينصح بتناول اي حاجة فيه حديد زي السبانخ زي الملوخية زي المتنجاني الاسود الحاجات المهمة دي لما بيحبش الحاجات دي بيلجأ الى تناول العقاقير الطبية الفيتامينات يعني بس الكيميائي وطبعا الطبيق افضل بكثير طيب نيجي بقى نشوف جزئية تانية وهي طريقة تكوين البروتين بيتكون ازاي طريقة تكوين البروتين بيتكون من ارتباط الاحماض الامينية مع بعض زي ما اتفقنا بس ازاي بيحصل يلا بينا نشوف ازاي بيحصل اولا لو جه حمد اميني رقم واحد ده وجنبه حمد اميني رقم اتنين تمام سواء كان مشابين او مختلفين مش هتفرق معنا في الاخر هتكون لي بروتين الحمد الاميني ده لما اتنين يعودوا جنب بعض هبقى فيه مجموعتين وظيفيتين جنب بعض اللي على الشمال ده المجموعة الوظيفية بتاعته تبقى الكربوكسير اللي هي دايما بيكون مرتبطة وزارة الكربون من على يمينها طب واللي على اليمين ده هتبقى فيه مجموعة وظيفية اللي هي مجموعة الامين اللي هي الناتشتو اللي تنحبه جنب بعض اللي يحصل بقى بينهم هيبقى فيه علاقة حلوة بينهم قوي اللي هي علاقة مساهمة كل حمد بيساهم عنده بحاجة عشان في الاخر يتحدوا مع بعض ويرتبطوا مع بعض عن طريق رابطة اسمها رابطة بابتدية رابطة بابتدية ازاي بتتكون بقى الرابطة دي الحمد الاول ده هيساهم من عنده زي يتبرع من عنده كده بمجموعة او اتش الفوق دي الحمد التاني بيساهم من عنده بزره واحدة هيدروجين في مجموعة الامين فالتنين دول مع بعض يمسكوا بعض ويكونوا لي جزء واحد مية اللي هو ده ووتر اتش تو او اتش تو او هيخرج جزء المية يبقى نتيجة ارتباط حمدين مع بعض خروج جزء ماء من المجموعات الوظيفية زي الكربوكسيل والامين وبعدين اللي يحصل هيحصل ان مجموعة الهيدروجين دي هتخرج هيبقى الرابطة دي فضية هي طيب والهيدروجين ده هيخرج يبقى الرابطة دي ايه فضية الرابطة دي تكمل الرابطة دي تدينا رابطة واحدة هي في الجزء اللي تحت هون الصورة اللي تحت دي اسمها رابطة بيبتدية اللي هي بتتكون بين مين ومين بين مين ومين هي بين زرة النايتروجين في مجموعة الامين اللي تعمل منها الهيدروجين وزرة الكربون في مجموعة الكربوكسيل يبقى الربط بين حمضين امين امينيين بيتم ما بين مجموعة الامين ومجموعة الكاربوكسيل تمام عرفنا زي دلوقتي بيتم ارتباط الامينية عشان يكون لي بروتين وده كده بسميه بروتين 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 بسميه ضاي بيبتيد ضاي بيبتيد وده بسميه مركب سنائي بيبتيد سنائي لي عشان يكون من كم حمض اتنين البيبتيد عشان يوجد بين الاتنين دول رابطة بيبتيدية طب لو تكون يا مستر اكتر من حمضين امينين جنب بعض يعني تلاتة اربعة خمسة هسميه ايه سلاسي ربع خمسي لا هسميه مركب عديد البيبتيد عشان يكون من العديد من ارتباط الاميني ودبتيد عشان بيتكون بينهم رابطة ببتيدية طيب اه قبل ما نكمل ما ننساش نعمل اللايك ونشترك في القناة ونشير عشان نوصل لنا كل اه اه عشان نعمل فائدة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد ونفيد الناس كلها ان شاء الله وبتوفير للطلبة اه بتوعنا في جميع انحاء جملة مصر العربية نيجي بقى الاخر حاجة في المركبات العضوية الكبيرة اه اللي هي الاحماض النووية بتنقسم الاحماض النووية الى نوعين حمض النووية عشان موجود فيه سكر الرويبوز اللي هو سكر الخماسي وعشان كده بدايته فيها حرف الار رايبو الاني نيوكليك اسيد يبقى رايبو نيوكليك أسد اللي هو الحمد الناول الريبوزي طيب الدي أكسي بقى ريبوز ده اللي هو منقص الأكسوجين يعني نناقص في نسبة الأكسوجين أو زرة أكسوجين DNA الد جاية من كلمة دي أكسي داي أكسي ماشي نيوكليك أسد اللي هو الأي يبقى DNA حمد الناول دي أكسي ريبوز يبقى دي أكسي عشان منقص يبه هو هو نفس السكر اللي بيخش في تركيب الاحماض النووية هو واحد سكر خماسي نوع ايه رايبوز يبه هنا رايبوز وهنا رايبوز لكن ده الفرق بين الرايبوز هنا ورايبوز هنا اعاف دين ايه منقوص نوع دي اوكسيمان وسوكسوجين طيب وحدة بناء بقى اللي هي ايه مين هي الوحدة البنائية اللي بتركبلي اه او اللي بيبنى منها الاحماض النووية دي هي وحدة اسمها النيوكليو تي ده طيب هل النيوكليو تي ده اللي بتكون منها الدين ايه زيب اللي بتكون منها الارين ايه اللي لا طبعا مستر اكيد فيه فرق ايه بقى هو الفرق تركيب النيوكليو تي ده اللي بتكون الدين ايه عبارة عن ايه نشوف مع بعضهم ثلاث حاجات اساسية سكر اساسي اللي هو دي اوكسي رايبوز وعرفناه ومجموعة فوسفات وقواعد نيترو جينية طيب القواعد نيترو جينية وهنشوف مخطط بيوضح لي الكلام ده في التركيب النيوكليو تي ده القواعد نيترو جينية كم قاعدة موجودين في دي ايه اربع قواعد اربع قواعد الادنين جوانين سايتوزين سايمين اي جي سي تي وانا هنا علمت في القاعدة الاخيرة بلون مختلف اللي هي السايمين عشان دي مش ممكن ممكن لها في الار ايه. مش ممكن لها في الار ايه واركز عليها كويس قوي طيب ما نيجي لتركيب النيوكليوكليو تيته في الار ايه سكر رايبوز. ماقولش بعد ايه اوكسي ما سكر خماسي رايبوزي. مجموعة الفوسفات. نفس المجموعة اللي موجودة في ى ايه اللي هي ها peux نتروجينية وهما برضو اربعة هما برضو اربعة لالادنين جوانين سيتوزين هنا لو نلاحظها شباب ان نفس التلاتة دول هما تلاتة في الدي ان اي مشتركين المختلف هنا بقى مين اهو اللي هو معمول برضو باللون الاي الازرق اليوراسيل في الار اي ان اي وده مش ممكن الاقيها القاعدة دي في النيكروهيدا اللي بتركب للدي ان اي يبقى ده الاختلاف بس ده الفرق يبقى تميز الار اي ان اي بقاعدة اليوراسيل اما دين ايه بقاعدة الصايمين يبقى كل ناخد بالنا كلا بقى يبقى جميع القواعد النيتروجينية اللي موجودة في الاحماض النووية بوجه عام كم قاعدة واحد يقول لي 8 مصر اللي هو غلط دول مش 8 لان فيه 3 هما هما مشتركين في النوعين من الاحماض النووية موجودين في الاتنين يبقى دول متكررين يبقى دي 3 قاديين جوانين سيتوزين موجودين في الاتنين والمختلفين كام اه هتقول لي اتنين اللي هما السايمين والليوراسي اللي بقى كلهم كام قاعدة ناتوجينية ايوه خمسة برافو واخد بلا من الجزائية دي عشان هنلاقيها في الاسئلة طيب تركيب النيوكليد ده المخطط اللي انا قلت عليه بصورة تانية اللي في النص ده اللي هو مكتوب عليه حرف الاس ده الشجر اللي هو السكر الخميس الرايبوزي فوق هنا في الحتة دي المفروض يبقى فيه زارة اكسوجين هنا عند الربطة دي والكورنر ده الزاوية دي بيبقى فيه اول زارة كربون رقم واحد هنا زارة كربون رقم اتنين هنا زارة كربون رقم تلاتة هنا زارة كربون رقم اربعة في الحتة الزاوية دي زارة كربون رقم خمسة اللي هي بترتبط بمجموعة الفوسفات اللي هي بي او فور برمز لها برمز بي هاي وهنا في الزارة الكربون رقم واحد او الزارة الكربون بتتبط برابطة بقاعدة نيترو جينية تمام طيب طبعا النيكولوجيتا بيبقى مرتبطة بقاعدة نيترو جينية واحدة زي السيتوزين مسلا انها تمام ده المخطط اللي بيوضحي تركيب النيكوليو تي ده اللي هو الثلاثة اجزاء اللي احنا قلناها اهمية الاحماض النوائية باقي هي اولا الحمض النوائي الديوكسي رايبوز اللي هو دين ايه بيحمل المعلومات الوراثية الخاصة بالصفات الوراثية للكعن الحي وبينظم جميع الانشطة الحيوية وطبعا هو اللي بيكون لي الكروموسومات هو الذي يكون الكروموسوم يعني تكون الكروموسوم من دي اين ايه طب الريبوزي باقي الريبوزي ده مهم جدا ده بينسخ من الحمض النوائي الدي ايه بينسخ من الدي ايه يعني لو فيش دي ايه مافيش ار ايه يبقى الام بتاعت الار ايه هو الحمض النوائي الدي اين ايه وبعدين بعد ما يتنسخ بتنسخ فين يا شباب هتقول لي اه لا الرحمة النواية دي موجودة جوه النواة بيتنسخ جوه النواة وبعدين يروح يخرج بقى ينتقل من النواة لخارج النواة مين لخارج النواة السيتو بلازم عشان تستخدموا الخلية في بناء البروتينات المسؤولة مسؤولة عن ايه ازهار الصفات الوراثية ازهار يبقى الصفة مش هتزهر الا ايوة ببناء بروتينات معينة لكل صفة وراثية يبقى الفضل يرجع لي مين للار ان ايه في ازهار الصفات الوراثية وايه تاني وتنظيم الانشطة الحيوية زي الدي ان ايه كده عرفنا الاهمية بتاعت الحمدين طيب الدي ان ايه والار ان ايه ده شكل الدي ان ايه اللي هو عبارة عن شريطين او بقول على شريط مزدوج يعني شريطين مع بعض ملتفين حوالين بعض وبيحصلوا بينهم اللي احنا قلنا عليها الهستونات او البروتينات الهستونية والار ان ايه ان ايه عبارة عن شريط واحد شريط ايه واحد عشان هو بينسخ من الدي ان ايه وطبعا دي القواعد النيتروجينية الاربعة والاربعة هم بتقول الار ان ايه يبقى كده عرفنا شكل الحمد النووي وشكل سواء كان الدي ان ايه او شكل الار ان ايه ان شاء الله اكون او شرحت شرح او واحد الحمد لله فما ننساش بقى في اخر الحلقة نعمل اللايك ونشترك في القناة ونشير ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا لكل جديد والى اللقاء مع الفصل التالت والاخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته